من الأهل للزمالك ثم منتخب مصر كابتن أهاب جلال منذ أيام كان مؤتمر تقديمه مديراً فنياً لمنتخب مصر ما بين اعتراضات كثيرة وما بين اتفاق على اسم الكابتن أهاب جلال وما بين اعتراض على فكرة أنه الكابتن أهاب جلال نفسه كان ممكن يبقى مدير بوطني تاني وواحد يقول لك أصلاه كان ممكن يبقى مدير فني أجنبي زي الكابتن حزب إمام مثلاً الحالة الجدلية دي هتأثر على الكابتن أهاب جلال دي عندي كابتن أهاب جلال أعتقد أن كابتن أهاب ابتدى خلاص بتعمل الأمر واقع هو مدير الفني لمنتخب مصر كابتن أهاب جلال عليه أنه هو ما يركز في حاجة غير منتخب مصر لعيبة منتخب مصر والأندية المشاركة والراجل على مدار الأيام اللي فاتت بيتواجد في كل المبارات وبيشتغل مهامه خلاص كمدير فني لمنتخب مصر كابتن أهاب جلال لو التفت للإعلام وبص للسوشيال ميديا وابتدى يركز مين بيقول إيه؟ مش هينجح لو كابتن أهاب جلال يشتغل شغله وابتدى يحط إيده على المفتيح اللعب والعموض الفقري وفعلا يعمل جيل أول وتاني ويكسب الناس هو كروش يكسب الناس إزاي؟ يقولوا طوله عربية إحنا ما وصلناش نهائي ما لقبناش وخرجنا ونصف هجمته لكن وإنت بتهجمه أنت شاهله حاجة شاهله في قلبك محمد عبد المنام وشاهله حسين فصل وشاهله أسامي أحمد ياسين وعمر كمال عبد الواحد وعمر كمال عبد الواحد شاهله أسامي هنقول كتير وعمر مرموش في المطشين اللي قابلهم بتوع ليبيا كهو اللي جابه وتلعبه وصمم إنه يلعبه وكسبك مطش فأنت إيه؟ بتهجمه بس وإنت بتهجمه بس الرجل ده عنده حاجة أعين بحيلو أنا بتكلم واحدة واحدة في البطولة العربية ده كان أول تعامل مباشر بعد المطشين ليبيا خلاص اتهجم اتهجم جميل جدا بعد أول مباراة في نيجيريا الناس كانت مشاك أتبع على دهرها باي باي كروش حصل شكرا كيروش ومش عارف إيه الرجل وصل لنهاية أفريقيا بس انت شاهله إن الرجل ده طلع لك لعيبة وأظهر لك لعيبة بشكل كويس جدا جدا محمد عبد مانيا موجود النهاردة في النادي الأهلي بفضل بعد ربنا كيروش الرجل كان موجود في نادي تاني وعارة وما بلعبش في الآلي ومن الأعمدة الرئيسية الوقت إيه غير منتخب مصر في النجل وغيابه بيأثر في شكل أو بأخر فالنهاردة لازم انت تعمل دي لازم تدي نسقة ان انت عندك بصمة بصمة أي أجنبي كان بيجي كريم كان بيعمل إيه كان يقول لك والله كان معك أبتن دياء ده أبتن دياء لحد تشكيل ليه ما هو لسه جديد لأ الرجل ده من أول يوم أثبت لك أن الموضوع ده بقدر عن المساعدين من أول يوم مفيش أفشا وشريف تاني يوم مفيش طريق حمد وزيزو يعني ده موضوع كبير بقى يعني ده موضوع كبير اللي هو مثلا والمساعد اللي اختار أكيد مش هجم يعني كابتن أكيد مش هطلع أفشا وشريف أو دياء أو سوري طريق وزيزو بره للتشكيل فأنت محتاج حد يشتغل بس أقول لك حاجة كالوس كيروش لما عمل حاجات اللي أحمد قولها دي كان صحيح في ناس بتنتقدوا وتهاجموا جدا بس في ناس كتيرة قوي كابتنجلوا صبورت ونسيبوا الرجل يشتغل تمام كابتنجلوا بجلال تخيل كده مثلا تخيل معايا جي من أسكر اللي جاي وقال لك أنا مش محتاج زيزو عمزيزو مين اللي مش محتاجه تحسن لعيف في مصر دلوقتي مش محتاجه في طريقة لعبي مش هينفع أنا مش ناوي أخد في ناس أصلا هتقبلوا كده والله أنت المدير الفني وانت صاحب قرارك اشتغل بي اكسب محنش يقدر يتكلم هلين الناس مكلمتش معك روش بعدما أفشا مش موجود ومحمد شريف أنا كنت معك هنا زميلي محمد عراقي كنا بنختار الثلاثة وعشرين اللي هيسفروا بطولة أم أفرق وأنا قلتلك شريف وأفشا مش موجودين أنا فاكر كويس جدا وأنت يعني اعتردت يعني بشكل عام أو أخر قلتلك يعني صعب تمام وعلى فكرة شريف دخل في الظروف برضو معينة والدليل أنه ملعبش بشكل أو بأخر زي ما أنت شفت كده لكن النهاردة أنت سايد قرارك بتختار فريقك لو الفريق النهاردة قدري حقق لك اللي أنت عايزه محدش هبص من اللي كان موجود